اشتركوا في القناة هنا في واحد بعد سؤال بيقول ان هل ربنا بتوصف بالمكر والخداع والخيانة وراح يستشد بالقرآن الاية اللي بتقول ويمكرون ويمكر الله وكمان في اية تانية بتقول ان المنافقين يخدعون الله وهو خداهم خلينا نشوف الاجابة بتقول ايه بتقول الصفات الله تعالى كلها صفات كمال دل على احسن المعاني واكملها واستشهد وقال ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم سورة النحل 60 وقال وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سورة الروم 27 ومعنى المثل الاعلى اي الوصف الاكمل قال السعدي في تفسيره المثل الاعلى هو كل صفات كمال والصفات ثلاثة انواع الاول صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهذه يوسف والله تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء مثال ذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة الى اخرهم الثاني صفات نقص لا كمال فيها فهذه لا يوسف والله تعالى بها ابدا كالنوم والعجز والظلم والخيانة الى اخرهم السادس صفات يمكن ان تكون كمالا ويمكن ان تكون نقصا على حسب الحال التي تذكر فيها وهنا بيقول لنا ان لله المثل الاعلى ومعنى المثل الاعلى يعني كل صفات كمال وقال ان الصفات ثلاث انواع النوع الاول صفات كمال ما فيهش نقص زي العلم والقدرة الى اخره النوع التاني صفات لا كمال فيه زي النوم والعجز الى برضه اخره النوع التالت ممكن ان هي تكون صفات نقص وممكن تكون ان هي صفات كمال في نفس الوقت على حسب الحالة اللي بتذكر فيها ودي اللي احنا عايزين نركز عليها يعني ايه ممكن تكون صفة كمال وصفة نقص في نفس الوقت ونكمل الإجابة عشان نفهم فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق بل يجب التفصيل ففي الحالة التي تكون كمالا يوصف الله تعالى بها وفي الحالة التي تكون نقصا لا يوصف الله تعالى بها ومثال هذا المكر والخديعة والاستهزاء فالمكر والخديعة والاستهزئ بالعدو صفة كمال لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان ونحو ذلك أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهي صفة نقص وهنا بيقول أن المكر والخديعة والاستهزئ بالعدو دي صفة كمال لأنه بيدل على كمال العلم والقدرة والسلطان أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهي صفة نقص يعني اللي يمكر يعني يبقى كده الله لو مكر بالعدو دي صفة كمال واللي يمكر بالمؤمنين دي صفات ناس ونكمل الإجابة لذلك لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق إنما ورد مقيدا بما يجعله كمالا قال تعالى إن المنافقين يخدعون الله وخدعهم النساء 142 فهذا خدع بالمنافقين قال إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى آخر الآية سورة الأنفال 30 هذا مكر بأعداء الله الذين كانوا ينكرون برسول الله وقال عن المنافقين إذ لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا إلى آخر سورة البقرة 14 و15 وهذا استهزاء بالمنافقين فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا الصياق الذي وردت فيه ولهذا يقال الله تعالى يستهزئ بالمنافقين ويخدعهم ويمكر بأعداءه ونحو ذلك ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصف مطلقا لأنه حين أذن لا يكون كمالا يبقى ذكر لنا في سورة النساء 142 أن الله بيخدع المنافقين وفي سورة الأنفال 30 الله خير المكرين بالأعداء وفي سورة البقرة 14 و15 أن الله يستهزئ بالمنافقين لكن الله لو هيمكر أو يخدع أو يستهزئ بالمؤمنين دي بتكون صفات طقس وبقى الإجابة ممكن تقروا عشان وقت الحلقة بقى الإجابة طويل ممكن أنت تقرواها وأنا هنا عندي سؤال قبل بقول السؤال أنا هجيب المرجع اللي احنا هنقرى منه الزواجر عند اكتراف الكبائر وبقى المرجع هتلاقوا قدامكم على الشاشة بيقول إيه وفي الأثر لما مكر بإبليس بكى جبريل ومكائيل فقال الله عز وجل لهم ما يبكيكم قال ربنا ماء منا من مقرك قال تعالى هكذا كون لا تأمن مقري وهنا لما الله مكر بإبليس على حسب الرواية الإسلامية قال للملاكة سجدوا الآدم فإبليس أبى واستكبر فجبريل ومكائيل اعتبروا أن ده كده الله مكر بإبليس وقعدوا يبكوا فأحسن يعني خافهم أحسن الله يمكر بيهم هم كمان فالله قال لهم إيه كونوا إيه كونوا هكذا لا تأمن مقري طيب هنا في سؤال هل جبريل ومكائيل أعداء أو ملافقين عشان الله ممكن يمكر بيهم ويخوفهم وخلينا نكمل المرجع ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول يا مقلب الكلب ثبت قلبي على دينك وفي رواية فقالوا يا رسول الله أتخاف قال إن القلب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء أي بين مظهرين إرادته والخير والشر فهو يصرفها أسرع مما الريح على اختلاف القبول والرد والإرادة والكراها وغير ذلك من الأوصف وهنا رسول الإسلام عائشة كان بتسمعه كتير بيدعي يقول يا مقلب الكلب ثبت قلبي على ديناك فسألته بتخاف يا رسول الله قال لها أيوة لأن القلب بين أصبعين من أصبع الرحمن بيقلبها إيه كيف ما يشاء طيب أنا هنا عندي سؤال هل الرسول ممكن يكون من المنافقين أو الأعداء علشان الله يمكر به ويقلب قلبه ولو كده تبقى صفة نقص علشان الإجابة السؤال بتقول لو الله يمكر بالمؤمنين هتكون صفة نقص ويكمل المرجع وفي التنزيل أعلامه أن الله يحول بين المرء وقلبه سورة الأنفال 24 أي بينه وبين عقله حتى لا يدري ما يصنع قاله مجاهد ويؤيده قوله تعالى إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب وبينكوسين كده يعني أي عقل واختر التبراني أن معنى تلك الإجابة أعلام العباد بأنه أملك لكلوبهم منهم وأنه يحول بينهم وبينها الشيئة حتى لا يدرك أحد شيئا إلا بمشيئته تعالى وأنا هركز على إن الله يحول بين المرء وقلبه يعني الله بيتحكم في عقل الإنسان بيخليه يعقل أو لا يعقل يمكر به يعني ممكن كده الله يمكر وخلينا نكمل النقطة الأخطر من نفس المرجع كان صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على ديناك قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك تكسر أن تدعو بهذا الدعاء فالتحشى فقال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذ أراد أن يقلب قلب عبده وقلبه وقد أصنى تعالى على الرصقين في العلم بقولهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحب يبقى لما رسول الإسلام كان بيقول يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك عائشة كانت بتقول للرسول أنت ليه بتكسر بالدعاء ده أنت بتخاف هل تحشى فقال لها ومن يؤمنني أو ما يؤمنني ما عندوش الأمان وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذ أراد أن يقلب عبد قلبه وقلبه رسول الإسلام لا يأمن مقر الله لأن الله ممكن ينكر به ويزيخ قلبه بعد أن هداه وخلينا كمان نشوف تصيح الحديث هيكون قدامكم على الشاشة زي ما أنتوا شايفين كده أن الحديث خلاصة حكم المحدث صحيح وكمان أوريكو الشرح من الدولار السنية بيقول إيه قال النبي نعم وما يؤمنني أي وأي شيء يجعلني لا أخاف ولا يعطيني الأمان من الله أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أي يتصرف فيها بحسب قدرته وما شئته سبحانه وتعالى هل الرسول كان من المنافقين أو الأعداء أو المستهزئين علشان يخاف من مقر الله وهل كده بتعتبر صفة نقص علشان ده هيمكر بالمؤمن العادي فما بالكو بالرسول بذات نفسه خايف أن الله يمكر به والله في صفة المكر زي ما احنا شفنا صفة المكر لو للمؤمن هتكون نقص وألتقي بيكم في الحلقة القادمة من سين وجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر